الفقر والبطالة والفساد التي يعيش فصولها أغلب العراقيين والتي أدت للخروج باحتجاجات لا زالت مستمرة أدت إلى قرار إقالة محافظ بابل وتوجيه تهم إليه تتعلق بالفساد إلا أنه لا زال يمارس عمل هود رقابة من الدولة نفسها وما يحدث في القرية العصرية بناحية الإسكندرية خير مثالا على الفساد الذي استشرى في مفاصل المحافظة حسب فقراء القرية اليوم تصدر بعض الإجراءات الإدارية اللي هو من باب أنه يوقع على عقد أربع سنوات ومن باب أنه يفسخ العقد مو ضمن المدة المحددة للعقد هذا خلاف النظام الإداري هذا القراءات كان كلها نفايات وأوساخ ونظفنا وعقد رسمي سونا ساحة وقوف سيارات وهذا عقد رسمي من الحكومة وهذا محرم من نهر هذا شوفه نهر هذا محرم من نهر هسا جتنا البلدية الطالب ويساوون مول المول هذا علم المول من الموقع عليه فقراء القرية العصرية ورغم عقود التأجير الموقعة بينهم وبين المحافظة على مرآب القرية العصرية إلا أنهم اليوم مطلبون بإخلائه وبتوقيع المحافظة المقال أيضا هذا القراج إحنا مستفادين من عنده وإحنا سوناه وإحنا نظفناه وهذا تابع للريع لا تابع لأحد ولا أبد أجلتنا البلدية بربع سنوات وهذا العقد مالته موجود إحنا كنا هنا عندنا محلات وعندنا بسطيات وناس فقرة على باب الله صفاء الخفاجي مسؤول شعبة التجاوزات في دائرة ري الاسكندرية قال إن الساحة جزء من مقتربات نهر ووجود مرآب لا يؤثر عليه المحرم نهر خمسين متر يسوينا ساعة مالوقوف لأجل أن يتكسبون بها عوائل عيشة عنها ولا عشر عوائل عيشة على هذه الساحة هذه السجائل يسويون مول مول المين؟ ما حد يعرف جهات متنفذة في شمال بابل القرية العصرية هجموها هجمان بيوت قطع أرزاق العالم مسؤوليتي المحافظة على عدم التجاوز على النهر يعني الساحة ما تأذل عليه ما تأذل على المقتربات ما لا نهر ليش؟ لأنه يشوق نهر بديل للنار الاسكندرية نقدر أما تبني المول شي شي للمول حتى أما شي نهر مسلسل جديد الفاسدون أبطاله وضحاياه الفقراء في القرية العصرية الذين يتساءلون عن دور الدولة وكيف يتسنى لمحافظ مقال التوقيع على كتاب يشردهم وعائلاتهم ومن المنتفع من المجمع التجاري الذي يراد إنشاؤه في قرية كلها فقراء؟